اشتركوا في القناة اجتماعا بحضور كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين بحثا خلاله الهجمات الاثمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الارهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الاراضي الاماراتية واستهدفت ارواح الابرياء الامنين وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان جلالة الملك المفدى على تفاصيل هذا الهجوم الارهابي الجبان والاجراءات التي اتخذتها دولة الامارات في اطار حقها للرد على هذا الاعتداء الغادر والذي يتنافى مع جميع الاعراف والقوانين الدولية والقيم الانسانية وقد عبر جلالة الملك المفدى عن ادانة مملكة البحرين واستنكارها للهجوم الارهابي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الامارات مؤكدا وقوف المملكة الى جانب شقيقتها دولة الامارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وامنها واستقرارها تأكيدا لأواصر الأخوة الراسخة والمصير الواحد والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبيهما الشقيقين واجدد جلالة الملك المفدى تأيد المملكة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه دولة الامارات من اجراءات للتصدي للاعتداءات الحوثية الارهابية والحفاظ على سلامة موطنيها والمقيمين على أرضها مشددا جلالته على ترابط الامن والاستقرار في البلدين الشقيقين وان اي اعتداء على دولة الامارات هو اعتداء على مملكة البحرين ونوه جلالة الملك المفدى بالدعم والتأيد الذين عبرت عنهما العديد من دول العالم لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه الاعتداء الحوثي الارهابي ما يجسد المكانة الرفيع التي تتبوأها دولة الامارات على المستوى الدولي واثنيا جلالته على الجهود الموفقة التي قادتها الدبلوماسية الاماراتية بكل كفاءة واقتدار واسمت في صدور قرار مجلس الامن الدولي بالاجماع بادانة الهجوم الحوثي الارهابي وتأكيد حق دولة الامارات القانوني في الدفاع عن سيادتها والمحافظة على امنها واستقرارها ومصالحها واعتبار هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا يهدد السلم والامن في المنطقة كما عرب جلالة الملك المفدى رعاه الله عن تمنيته لدولة الامارات دوام الامن والامان والاستقرار وان ينعم الله تعالى على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد الهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الهيان ولعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام الصحة والسعادة والعمر المديد سائلنا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه ويكلل جهود قيادتها الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والنماء والازدهار من جانبه عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد أنهيان عن شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند دائما لدولة الإمارات في مختلف الظروف معبرا سموه عن اعتزازه بالمشاعر الأخوية الصادقة التي يحملها جلالة الملك لدولة الإمارات وشعبها والتي تؤكد ما يربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة والمحبة والعلاقات الأخوية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ وتمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والتطور والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة